أيام ثقيلة وحياة صعبة يعيشها يعقوب بسبب إصابته بمرض نادر تسبب له في عدة مضاعفات خطيرة المرض تاعي هذا وقتشكته شفته عندي خمس سنين مليكتها شفته كنت قبلها كنت نمرض كنت نمرض بالحمال باردة بزاف كنت الجروح تاعي انت جرح ما نبرشت متهم ما كنت شعال أمريكان ضهري وجعني بزاف كنت نقول بالك بالك من العياتي على الخدمة بالك هكذا بالك هكذا ما واحد للنهار كشغل بدأتني بالبومو بدأتني بالبومو نشفالها رحت الطبيعة كشغل طحت تدوني للدس بونسير داروا لي داروا لي راديو راديو صابوا البومو تاعي لضروات مكمشها شغل بونجة وتكمشت ضهري وجعني بزاف أنا نخدم شغل لقوتانا كيفاش ما نش نخدم خدمة طربي فرصي كشغل على ضهري وكي ألا شوية وجعني هكذا ما عليش رحت للدس بونسير قلت له وشكين وشكين طالتي باش ندير إيكوغرافي رحت للإيكوغرافي هكذا باش نديره درت إيكوغرافي صابوا عندي كلوية يمشوا 43% أنا التبريزي طبيب ونخلع قالي كيفاش ما على بالك شبري يمشوا 43% قلت والله ما على بالي قام بالعديد من الفحوصات الطبية من تحليل وأشعة لكن للأسف استعصى علاجه هنا في الجزائر مدة عامين عامين دير الإيكوغرافي دير هادي دير هادي أطلع دير وسي 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 أحد ما عرف المرضى هذا آي يا معلش أنا عندي دير إيطاش له هنا شغل خطرك شغل تلمك بدني سطر في الكلاوي كانت عقبا بروفيسور هادي آرزر شغل طلع تريكو هادي وقالت نشد هادي قلت نيتنشوفك دايم من الجيد له أنا وشكين وشبيك قلت له ديفالها وشكين وشكين باش شافت دير إيطاش هادو غير شافت دير إيطاش هادو وقالت لي أرواح أرواح لعندي لبيروم نحت لي الدم بتاعي نحت لي الدم بتاعي بعتتولي الألمان وبعتته الفرنسا بعتتهم بعتتهم قالوا لهم بلي عندهم مرض واسمه فابري سيفري قلت لي تسمى هادو المرض تاعك هكيفاش يدير كنت هادوك قريب سازم يالورو هكذا كان كنت علابة يبلي غالي قلت لي غالي بزاف الدوات تاعك هكيفاش الحل قلت لي ديلك دوم وده عدوة تاعك بلي راك مريض وقدامنا لازم يجيبوا لك الدواء هيا ما عليش إما راحت في أربعة سنين ولا خمس سنين وانا غدو يجيب غدوة غدوانا أنا مرض وانطيح يتنفخوا رجليا ونهار اللي اكتشفت بلي عند يدك المرض وكومفرما ولي بلي راك مريض بالمرض هاداك ما نقدبش عليك تبريزي تبريزي خلاص كرحت تحيات كرحت الدنيا كرحت كلش هي قاتلي 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 يودي فالا فزت بريزاتني قاتلي يودي كيج ما ما يجيبوا لك هاداك الدواء يجيبوا لك هاداك 43% كلاوية قاتلي ما ما يجيبوا لك هاداك الدواء قاتلي كلاوية ما يقولوش نور ما يبقواه 43% بارك المرض هاداك يحبس 18 شر في الكرة تاعك ونظرا للظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها إضافة إلى الآلام الفضيع التي يتجرعها يوميا قرر أن يوجه نداء إنسانيا يطلب فيه المساعدة ستقيني بربي غير مريض ونخدم ونضع ربعة ونصف على صباح ندخل الضرح ستة الأشياء ما نقدم ما كش لي يطيلي ما كش لي يطيلي ما كش لي صرف الضرح لزم نخدم ونبليشي عليها نخدم تسمى مريض ونبليشي تخدم تريح ما كش لي يطيليك ما كش لي يشوف فيك ما كش لي حوسها لك ما نقدمش عليك بريزة من مرضى راح يمع ليش سبرت غدوة 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 نجيبو لك الدواء غدوة نجيبو لك الدواء غدوة نجيبو لك الشهر الجاي لا 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 جاني في مدة خمس سنين من وجهني ذاتي عيلا وش نقول لك الشعب اللي يحب يعاوني اللي يقدر يعاوني وما ما يقدرش يعاوني يعاوني بالدعاء وش نقول لك وذكا أختيها رام كلاويان رام 16 بالمئة تسمى وطعوا لي دواء فاك أبروفال هادك مدى اللي يوالو كانوا 43 بالمئة عندها ثلاث سنين لاربع سنين ذكا رام 16 بالمئة تسمى ما مندير هادك الدواء تسمى خلاص رايح رايح الديال يسا ما دا بينا كامل نكونوا يد واحدة اللي يمول مبلغ المطلوب الخونا يعقوب اللي هو 340 مليون إن شاء الله باش يدير هذا الدواء ولي يمولوا باش يروح الاسبانيا في أقرب وقت لازم نكونوا متحدين وكامل يد واحدة وما دا بينا نبدأ عملية جمعة تبرعات في أقرب وقت نحطوا السي سي بي تا خونا يعقوب ورقم الهاتف المحسين يتواصل معه مباشرة إن شاء الله باش يتهنى من هذه المعاناة لدامة مدة طاويلة ولد حومتنا ما نقدرش نخلوه يعاني هكا وإن شاء الله كامل يد واحدة ويعطيكم الساعة ويبقى السؤال مطروحا إلى متى يبقى مصير هؤلاء المصابون بالأمراض النادرة غامضا؟ ih medan ضف силь جزء من جزء من فوت